موسيقى يا جميكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سندرس المحاضرة العاشرة من امتحان توبيك واحد وسأقدم لكم الآن معلومات أو ملخص حول ما سندرسه في هذه المحاضرة بالنسبة للإستماع أولا تكي فسندرس كيف نختار الموضوع المناسب للنص حسب الكلمات المذكورة فيه وثانيا سندرس كلمات عن كل المواضيع التالية مثل موضوع عيد الميلاد سينيل ونالشي الجو كوتون المواصلات وشكسا الوجبات ثالثا سنتعلم استخدام مل في السؤال بمعنى ماذا ورابعا سندرس اسم الفاعل مع فعل ذهبة مثل مثلا باس ذاهب كانن باس أو سول كانن باس الباس الذاهب إلى سيول وهكذا أما بالنسبة للقراءة اليوم فسندرس في القراءة الكي أولا كيفية الحصول على معلومات من إعلان مكتوب أو وصفة علاج أو غيره وثانيا سندرس كلمات الوقت والتاريخ ورسوم الدفع مثل يويل وإلشي الوقت والتاريخ وإبتانيو رسوم الدخول 보기 누구예요 이 사람은 형이고 이 사람은 동생이에요 ثلاثة سنستخدم نستخرج الجملة الخطأ من السؤال وحسب المعلومات المناسبة أو المذكورة في هذا السؤال من صورة أو من إعلان أو إلى آخرين إذن نبدأ مع المثال أولا في الاستماع بقي 누구예요 이 사람은 형이고 이 사람은 동생이에요 القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا 명사 플라س 고 أو إي 고 اسم 플라س 고 أو إي 고 이 친구는 إيجبت 친구고 저는 요르단 사람이에요 هذا صديق مصري وأنا من الأردن أو أنا أردني السؤال الثاني أو العفوان القاعدة الثانية هذا أو ذلك للقريب والبعيد هذا الشخص هو أخي الصغير نعم هذا إذن بالنسبة للقواعد وإجابة السؤال من هذا؟ هذا الشخص هو أخي الكبير 이 사람은 وهذا الشخص هو أخي الصغير إذن الموضوع طبعا العائلة 가족 العائلة 11번 점심 드셨어요? 네, 김밥 먹었어요 ننتقل الآن إلى رقم 11 11번 점심 드셨어요? 네, 김밥 먹었어요 القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا مغتا يأكل والصغة الاحترام تشيدا إثنان ميونسا بلس مغتا اسم بلس أكلت أكلت ماذا مثلا وبنسبة للكلمات المذكورة هنا فلدينا أولا تمشيم غداء كيمباب نوع من الطعام الكوري كيمباب شكسار وجبة كيوك خطة شغان وقت ندرس بعض الأمثلة على القواعد المذكورة في هذا السؤال ندرس بعض الأمثلة على القواعد المذكورة في هذا السؤال وثلاثة تمشيم تشتسويو نه بيبينباب مغتسويو نعم أكلت بيبينباب الأرز المخلوط بالخضار والفلفل الحار أو السوص الحار إذن هذا بالنسبة للأمثلة وبالعودة للسؤال تمشيم تشتسويو هل أكلت الغداء؟ الرجل قال نه كيمباب مغتسويو أكلت كيمباب إذن الموضوع هو واحد 식사 الوجب إثنان 계획 الخطة ثلاثة 시간 الوقت وإربعة 건강 الصحة وطبعان الموضوع الغداء وكيمب إذن الموضوع 식사 الإجابة واحد 정답 واحد 12번 이번 생일에 뭘 받고 싶어요? 컴퓨터를 받고 싶어요 ننتقل الآن إلى رقم 12 10 2번 2번 생일에 뭘 받고 싶어요? 컴퓨터를 받고 싶어요? القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا مل مل هي اختصار لكلمة مواصل ماذا؟ ثانيا ال ر كو شب ت أريد أن أريد وثلاثة 2번 هذه المرة بالنسبة للكلمات 받았어요 حصلت على فاكهة طروب مل هاگو شب ماذا تريد أن تفعل إذا تخرجت يو هاگ هاگو شب أريد أن أذهب في رحلة أو أسافر إذا بالعودة إلى السؤال ماذا تريد أن تأخذ في عيد ميلادك هذه المرة المرأة تقول أريد أن أخذ كمبيوتر أو أحصل على كمبيوتر إذا الإجابة واحد 친구 صديق إثنان صف طارد ثلاث 약속 موعد و أربعة سمول هادي عيد ميلاد و ماذا تريد أريد أن تحصل إذا الإجابة المناسبة هي رقم أربعة بالطبع إذا 정답 أربعة ننتقل الآن إلى رقم 13 13 13 지금 비가 와요 네 많이 와요 그리고 좀 추워요 القواعد المذكورة في هذا سؤال 2 جملة plus 그리고 plus جملة جملة 그리고 جملة وسنفسرها بعد قليل بالمثال ثلاث ماني plus فعل مثل ماني 와요 بالنسبة للكلمات تيقم الآن تيقا 와요 المطر يتساقط ماني كثيرا تم قليلا تو بارد نالشي جو وتاليق تقويم هارو يوم وكوهان موطن أو مسقط الرأس أمثلة على القواعد التي درسناها أونجي نوني وايو متى يسقط الثلج يرور يسقط الثلج في شهر واحد أو في شهر يناير في شتاء كوريا يتساقط الثلج كثيرا كثيرا الثلج هل الجو حار في كوريا الآن نعم نعم الجو حار موضوع موضوع الدرس أو موضوع السؤال عفوان نالشي واحد الجو طبعا موضوع السؤال هو الجو الثلج 정답 واحد لدينا القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا لدينا قاعدة اي سو كاجي من إلى ثانيا نن بلاس ميانسا اسم الفاعل وسندرسه في مثال بعد قليل مثلا كذا بلاس نن بلاس ميانسا اسم مثلا كانن بس ونن بس القاعدة الثالثة التاقو كذا يركب شيء ويذهب ورابعا اني كا سي يو لأنه هكذا اذا افعل هكذا وسندرسه ايضا في قاعدة في مثال بعد قليل الكلمات المذكورة في هذا السؤال تيها تشول مترو بس حافلة سوليوك محطة سيول همبون مرة شمال عطلة نهاية الأسبوع كوتوم مواصلات يوهنغ رحلة وفانهنغ عطلة او اجازة أمثلة على هذا السؤال هنغوك حكيوه 앞에 امام الجامعة امام المدرسة جيجو دوه بس تاقو كالسو يسا هل يمكن أن اركب الباس لا يمكن أن تركب الحافلة وتذهب إلى جزيرة جيجو لذلك اركب لذلك اركب القراءة حافلة فسنختار الجملة الخطأ في القراءة من 40 إلى 42 اولا سنبدأ مع رقم 40 بالنسبة لرقم 40 لدينا اولا صورة وفي هذه الصورة لدينا معلومات في هذه الصورة الصورة العنوان في الصورة ولدينا الوقت يويل وشيغان عفوا يويل اليوم وشيغان الوقت رسوم الدخول ومعلومة صغيرة في نهاية الصورة الكلمات المذكورة في هذه الصورة أولا ونل ندا ون هي العملة الكورية طبعا مثلا يعني ندفع عشرة آلاف القاعدة الثانية يفتح حتى الساعة كم يعني حتى الساعة العاشرة مثلا أو هكذا ثلاثة شيغان الوقت بلس ينتهي في الساعة الفلانية مثلا وأخيرا نقدم لي شو دا ولكن صيغة احترامية أما الكلمات المذكورة في هذا السؤال فهي لعبة أو دمية مطحف إرشادات يويل اليوم وإبتانيو رسوم الدخول شيغان الوقت أورين طفل وطريدة نقدم أو نعطي من اليولدة يفتح الباب أو يعمل ساعات عمل شيء معين وكُنَّادا ينتهي الأمثلة المذكورة على هذا السؤال المثال الثاني 백화점 백화점이 몇 시까지 문을 열어요 حتى أي 사عة يفتح المول أبوا بحو 10시까지 문을 열어요 يفتح حتى الساعة العاشرة ثلاثة 행사가 몇 시까지 예요 حتى أي 사عة هذا الحدث أو الحفل 5시에 끝나요 ينتهي في الساعة الخامسة والمثال أخير 공항에서 외국인들에게 한국 과자를 드립니다 نقدم للأجانب في المطار حلويات أو يعني كوكيز بالعودة للسؤال بالعودة إلى السؤال المعلومات المذكورة في هذه البطاقة هي حول متحف الدماء يجب نختار جملة الخطأ أولا ندفع خمسة ألاف وهذا صحيح وقت يعمل في وقت يوم الاثنين عفوا إذا نظرنا إلى الصورة مرة أخرى يويل أوقات الدوام أيام الدوام هي من هايويل إلى يريويل هايويل الثلاثة من الثلاثة إلى يريويل الأحد إذن يوم الاثنين لا يعمل إذن هذه الجملة خطأ الجملة الثالثة يمكن أن يذهب الأطفال هذه الجملة أيضا صحيحة طبعا وهو ينتهي الحفل في الساعة السابعة وهذا صحيح لأن الوقت المكتوب في البطاقة أو في الصورة من الساعة التاسعة حتى الساعة التاسعة إذن هذا الموضوع صحيح حتى الساعة السابعة الجواب رقم أربعة إجابة صحيحة إذن الإجابة الخاطئة هي إثنان يفتح المتحف في يوم الاثنين هذا خطأ إذن ننتقل إلى رقم واحد وأربعين قبل قليل إذن درسنا ساحب البون الآن سندرس ساحب البون لدينا صورة والصورة مكتوب فيها معلومات لنقرأ هذه المعلومات 외국인을 위한 한국 노래 모임 한국 노래를 배우고 싶습니까 그럼 우리 노래 모임 에 kushir هذا إذن هذه المعلومات المذكورة في السؤال القواعد المذكورة في السؤال الوهن plus اسم ويقو جين الوهن للأجانب ثانيا kushib simnika هل تريد أن وثلاثة ال ور السويت السويت يستطيع أن وأخيرا يبدأ في الساعة الفلانية أو اليوم الفلاني أما بالنسبة الكلمات المذكورة في السؤال فلدينا أولا كلمة ويقو جين أجنبي ثانيا نوره أغنية مهم تجمع بحوضة يتعلم كرام إذن أري نحن من ندى نتقابل ويهن من أجل الشي الوقت والتاريخ كيشيل الفصل أمثلا على هذا السؤال 이 سؤال ويقوكين البيان يقصى سؤال هذه محاضرة التاريخ للأجانب المثال الثاني ويقوك 영화를 보고 إسم 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 المثال مرة ويقوك 영화를 보고 شب إسم إسم حال تشاهد أفلام أجنبي إسم 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 تفضل أو تعال إلى مناسبتنا المثال الثالث سوال قالت مو هس عندما تذهب إلى سيول ماذا تفعل سوال قام إذا ذهبت إلى سيول أستطيع أن أقابل أصدقائي مان المثال الأخير في أي ساعة تبدأ المسرح الحفلة تبدأ في الساعة الخامسة في الساعة الخامسة بالعودة للسؤال الجملة الأولى نتقابل في الفصل الموجود في الطابق الثالث هذه الجملة الصحيحة إثنان نتعلم الأغنية في هذا التجمع وهذا صحيح لأن السؤال كان ثلاثة يبدأ التجمع في الساعة الرابعة وهذا خطأ لأن الصورة فيها معلومات تقول أن التجمع من الساعة الثانية حتى الرابعة يوجد أصدقاء كوريون أو كوريون في هذا التجمع وهذا صحيح إذن الجملة الخطأ هي رقم ثلاثة يبدأ التجمع في الساعة الرابعة ثلاثة ننتقل الآن إلى اثنان واربعون اثنان واربعون أيضا لدينا ميمو أو ملاحظة ويجب أن نقرأ هذه الملاحظة ونجيب على السؤال الملاحظة فيها الإسم كمينسو إيرل إيه ساميل لمدة ثلاثة أيام إذن إيرل في اليوم إيه مرتين ساميل ثلاثة أيام والدائرة موضوعة على أتشم صباحا وطونيو مساء بعد الغداء بعد الوجبة بثلاثين دقيقة سونسون ياكوك سيدلية سيدلية اسمها سونسون القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا إيه موصل مقطة في وقت معين آكلوا ماذا إثنان تونان مقطة أو هذا لمدة آكلوا هذا لمدة ماذا كم يوم مثلا ثلاثة تونسا فعل بلاس قو بلاس فعل القيام بشيء وما بعده شيء آخر سندرسه الآن من خلال مثال أما الكلمات المذكورة في هذا السؤال فهي واحد هي مرة كم مرة آتيم صباح تومشيم غداء تونيوك عشاء شكسا وجبة هو بعد ياكوك سيدلية وياك دواء تونغان لمدتي ياكل مقطة يأكلوا باللغة الكورية ياكلوا الدواء ولكن باللغة العربية يشربوا الدواء طبعا نقرأ الأمثلة هانشيه بابل مقسم دواء أولا يجب أن تأكل ثم تتناول هذا الدواء بالعودة للجمل الموجودة في السؤال يجب أن نختار الجملة الخطأ أولا تومشيم ياكل مقسم ناكلوا أو نشرب الدواء للغذاء فالبابل مققو ياكل مقسم ناكلوا الطعام ثم نشرب college ثم صام نشرب الدواء المدت 3 أيام و أخيرا كمينسو شِي يشرب كمينسو الدوائ الجملة الخطأ هنا طبعا هي رقم واحد تومشيم تومشيم ياكل مقسم ناكله نشرب الدواء نفا في الغداء وهذا خطأ لأنه لا يوجد علامة أو دائرة على الغداء. إذن تونغ داب واحد إذن هذا كل شيء بالنسبة لمحاضرة اليوم والآن سألخص لكم ماذا درسنا في هذه المحاضرة. أولا في الاستماع تكي درسنا كيف نختار الموضوع الصحيح والمناسب للنص حسب الكلمات المذكورة فيه. وإثنان درسنا كل الكلمات المتعلقة بمواضيع معينة مثل موضوع العيد المينات سينيل ونالشي كوتونغ وشيكسا وأخيرا درسنا كيف نستخدم مول بواصل في السؤال. وأيضا درسنا اسم الفاعل كيف نستخدم مثلا كذا كانن بس مقطة مونن وبالنسبة للقراءة الكي. في القراءة درسنا أولا كيف نحصل على معلومات من إعلان مكتوب أو ملاحظة وثانيا درسنا كلمات تتعلق بالتاريخ والوقت مثل يبجانيو أو يويل وإلشي. وأيضا درسنا كيف نستخرج الجملة الخطأ من النص حسب المعلومات المقدمة لنا في هذا النص. ودرسنا بعض القواعد والتعبيرات مثل الريل ويهان أو اي شي جاك هدا في وقت معين ومون اليولدا يفتحوا أبوابه أو يعملوا حتى الساعة ماذا؟ وياغل مقطة يشربوا الدواء. إذن هذا كل شيء بالنسبة للقراءة والاستماع أما بالنسبة للكلمات المهمة في هذا الموضوع أو في هذه المحاضرة لدينا كلمة مثل كنا دا انتهى ومون اليول دا يعمل ساعات عمله أو يعمل حتى ساعة معينة ياغل مقطة يشربوا الدواء ودرسنا أيضا ويهان من أجل وطونيوك العشاء وأنه الإرشادات بيوودا يتعلم كلمة نشاهدها كثيرا في الملاحظات أو في الميمو كلمة إلشي وهي الوقت والزمان رسوم الدخول وأيضا درسنا كلمة تريدا من كلمة جودا يقدم والصيغة الاحترامية هي تريدا إذن هذا كل شيء بالنسبة لمحاضرة اليوم أتمنى لكم كل التوفيق وشكرا جزيلا مع السلامة شكرا